أعلنت مصر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق ومصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات والذي سيتم دعمه من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد لمصر وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن الاتفاق سيتيح حصول مصر على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك من خلال أسواق المال العالمية كما يتيح الاتفاق القدرة للدولة على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي هذا وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية للبرنامج كما تعكس أيضا الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة ترجمة نانسي قنقر